منذ عام 2014 ابان تشكيل تحالف دولي للقضاء على تنظيم داعش بعد سيطرته على عدد من المدن العراقية لم تشهد أسعار النفط ارتفاعا كما هي عليه اليوم بعد بدء الغزو الروسي على أوكرانيا فقد لامس خام برينت حاجز المائة وخمسة دولارات في رقم قياسي هو الأعلى منذ أكثر من سبع سنوات بعد أن تخطى حاجز المائة دولار للبرميل الأسبوع الماضي في حالة متسارعة من الارتفاع والانخفاض ليس خام برينت فقط بل ارتفعت أسعار العقود الآجلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة خمسة في المائة وتجاوزت أسعار عقود خام غرب تكساس الآجلة تسعة وتسعين دولار وعشرة سنتات في العراق أقر مجلس النواب في مارس الماضي الموازنة الاتحادية لعام 2021 بسعر 45 دولار لبرميل النفط الواحد بعد أن رفعها ثلاثة دولارات عن السعر المقترح من الحكومة هذا الرقم أقل من نصف السعر الحالي رافق هذا الارتفاع عالمياً انخفاض في صادرات العراق جراء إيقاف العمل مؤقتاً في حقل غرب القرن الثنين ضمن الخطة المعدة من قبل وزارة النفط لتطوير الحقل ورفع الانتاج إلى 450 ألف برميل يومياً بالعراق يبحث اليوم في فوائد ارتفاع أسعار النفط عالمياً على العراق وكيف أثر ذلك على العجز في الموازنة الاتحادية وما هي خطط تصدير النفط ورفع القدرة الانتاجية للحقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر